مكافأة أمريكية كبيرة بقيمة عشرة مليارات دولار لمن يأتي بمعلومات عن هذا الشخص هو تناء الله غفاري الشاب الذي تولى زعامة تنظيم داعش خرسان منذ عام 2020 ترونه في الصورة هنا الغفاري ركز على تنفيذ عمليات عابرة للحدود وتحويل داعش خرسان إلى أحد أكثر فروع شبكة داعش الإرهابية إثارة للرعب رغم تمركزها في المناطق الحدودية الأفغانية وقتالها مع طالبان لم يكن يعرف العالم كثيرا عن داعش خرسان حتى جذب الاهتمام بهجوم في مطار كابل أثناء الانسحاب الأمريكي عام 2021 وأدى إلى قتل 13 جنديا أمريكيا وعشرات المدنيين الأفغان تبنى التنظيم كذلك أكثر الهجمات الدموية في إيران خلال خمسة عقود حيث نفذ تفجيرا انتحاريا مزدوجا أودى بحياة نحو 100 شخص أثناء تأبين قائد الحرس الثوري قاسم سليماني لكن ما أثار المخاوف عالميا الهجوم الدام على قاعة الموسيقى في موسكو وهو ما يشير إلى مستوى أكبر من التخطيط والتعقيد وقدرة التنظيم على الاستفادة من الشبكات المتطرفة محليا نجاح هذه الهجمات العابرة للحدود يخيف ويقلق الأوروبيين كثيرا فقد يتشجع التنظيم ويضاعف جهوده لاستهداف دول مثل فرنسا وبلجيكا وبريطانيا وفعليا خلال الفترة الماضية أحبطت خطة لهجمات فألمانيا وهولندا اعتقلت سبعة أفراد يرتبطون بالتنظيم فضلا عن مدهمات واعتقالات أخرى في ولايات ألمانية وأخرى في النمسا المقلق وفق مسؤولين ومنتخصصين في مكافحة الإرهاب هي ظروف المحيطة بالتنظيم وقدراته على التطور فقاعدة التنظيم الأساسية في أفغانستان حيث الوضع الأمي الداخلي المشابه لما قبل 11 سبتمبر وبالتالي يمتلك التنظيم منصة لمواصلة التحول إلى تهديد دولي كما تشير الاستخبارات إلى قدرة التنظيم على التعلم من أخطائه والعمل عبر مجموعات صغيرة نسبيا يصعب اكتشافها فضلا عن الاعتماد على مجتمعات الأفغان والطاجيك والأوزبك المهاجرين خاصة في أوروبا سواء عبر تجنيدهم أو استغلالهم في نقل التمويلات أرحب بضيفي من دي لاور عبر سكايب سيد لورنس كورب مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق أهلا بك وعبر الأقمار الصناعية من القاهرة ينضم إلينا سيد أحمد بان الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة أهلا بكما سيد أحمد أبدأ معك ومن هجوم كروكس في موسكو تحديدا كيف نفهم هذا الهجوم بعناصره الثلاث المكان موسكو التوقيت بعد الانتخابات الرئاسية في موسكو في ظل استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا وعلى وقع أيضا توتر متصاعد بين روسيا والغرب بشكل عام والعنصر الثالث الجهة المنفذة تحديدا داعش خرسان كيف نفهم هذا الحادث تحية لك ولضيفك الكريم نحن أمام عمل يعكس تطور قدرات تنظيم داعش خرسان في هذه المنطقة والذي يعتمد على ارتفاع في لياقة هذا التنظيم مرتبط بوفرة قواعد للتجنيد تجنيد العناصر من مجموعات روسية متعددة من دول أسيا الوسطى وعناصر هذه الدول أو مواطن هذه الدول يدخلون إلى الحدود الروسية دون تأشيرات وبالتالي من السهل أن يتم تجنيدهم والإعاز إلى مجموعة صغيرة بتنفيذ عملية من هذا النوع هذا الهجوم للأمانة هو يأتي استهدافا لما يسمى بالأهداف الرخوة مثل هذه القاعات، قاعات الحفلات أو الفنادق أو غيرها هي أهداف رخوة لا تحظى بتأمين كسيف وبالتالي من الممكن لمجموعة صغيرة مسلحة بأسلحة آلية أن تنفذ سيناريو الرعب الذي جرى في هدف مدني رخوة مثل الذي حدث هي مقالات هذا الهجوم وتأثيراته كبيرة بالنظر إلى مكانه في روسيا وفي ظل الحرب الروسية الأوكرانية وحالة الاحتشاد الروسي في مواجهة أي خطر يتهدد الساحة الداخلية والشك الروسي في محاولات أمريكية لأفغانة المشهد الأوكراني يعني لدى الروس مراس طويل من الشك تجاه نوايا الولايات المتحدة التي هيئت أكبر معسكر إعداد لمجموعات إرهابية في أفغانستان تحت عنوان التضامن مع شعب يعاني من الاحتلال ليتحول هذا المعسكر إلى خلايا عاثت في العالم كله ويزدهر وانتشر هذا الخطر وأصبح خطرا معولما بفعل هذا التدخل الولايات المتحدة والاتهامات الروسية هذه مسألة طبعا مهمة يجب أن نتوقف عندها لكن أسألك سيد أحمد فقط عن نقطة مهمة هل توافق على أن هذا الهجوم هو الهجوم الأعلى مستوى لداعش لا يشبه الهجمات السابقة يعني مجرد القدرة على ترتيب هذا الهجوم وتنظيمه في دولة كموسكو أو كروسيا وإن دل على شيء على ماذا يدل يعني أقول وأكرر أن هذا الهجوم ليس هجوما نوعيا كما يحاول البعض الحديث عنه هو هذا التأثير مرتبط بهذا العدد الضخم من الضحايا المدنيين نحن لم نتحدث عن مهاجمة مجموعة لثكنة عسكرية أو هدف عسكري أو مكان في قلب موسكو بل نحن نتحدث عن قاعة حفلات في أحد الضواحي لا تحظى بتأمين كافي عدد لا يتجاوز أصابع اليد دخل إلى القاعة مسلحا ببنادق وقنابل حارقة وتمكن من إحداث كل هذه الفوضى التي كبدت هذا العدد الضخط من الخسائر من الطبيعي أن يكون حصلت هذه المجموعة على دعم لوجستي ما من جهاز أو من مجموعة أخرى في توصيل الأسلحة إلى مكان الحادث لكن لا يمكن الحديث عنها باعتبرها عملية نوعية العملية النوعية نكون أمام مجموعة رصد ثم مجموعة تنفيذ مجموعة إسناد مجموعة تصور مجموعة تخرج المجموعة من مكان الحادث هذا لم يحدث في هذا الأمر حتى كل ما رشع عن هذا الحادث في تسجيلات لداعش كشف حتى قبل إعلان أسماء المتهمين أنه عدد محدود من العناصر باعت داعش لاحقا وطلبت من مركز التنظيم فقط أن يتبنى نعم نعم سيد لورنس فور وقوع هذا الهجوم سارعت ويعني بعد إعلان طبعا داعش مسؤوليتها عنه سارعت الولايات المتحدة والدول الغربية إلى التأكيد على أنه داعش من يقف وراء هذا الهجوم وليست أوكرانيا وهذا له خلفية تتعلق طبعا بالصراع والتوتر أن تصاعد بين الروسيا والغرب على خلفية الحرب الأوكرانية ولكن بنظرك ما مصلحة داعش من تنفيذ هجوم في موسكو إن تنظيم داعش منذ الهجوم على الولايات المتحدة بما في ذلك الهجمات 11 سبتمبر لا يزال يعتبر مسألة دورية فإن هذه المنظمة لا تزال تنتشر من حيث الهجمات الإرهابية فإن الناس ينسون أن الولايات المتحدة قد انسحبت من العراق في 2011 وبعد ذلك بثلاث سنوات كانوا يطالبون الولايات المتحدة بالرجوع لمكافحة تنظيم داعش وبما أننا كنا نتعامل مع هذه المنظمة في العراق والكثير من العناصر قد انتقلوا إلى سوريا فإنهم كانوا يهاجموننا أكثر من 200 مرة وللأسف شديد نتيجة للهجوم الأخير قد تمكنوا من قتل عدد من المواطنين الأمريكيين ونحن قد قضينا على أحد الزعماء لهذه المنظمة نحن كنا نحاذر روسيا بشأن وقوع هذا الهجوم لأن تنظيم داعش ليست تهديدا لأي دولة بعينها هذا تهديد لكل المجتمع الدولي وكما رأينا سابقا وبعد انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان وانسحاب الكثير من القوات من هذه الدولة أي أكثر من 2500 عسكري فأنهم قد راجعوا إلى السطع فإنما يقوم به رئيس بوتين وهو يقوم بشيطانة جميع المسلمين فهو سيضر بدولته سيد دورانس لا يخفى على أحد أن اليوم الولايات المتحدة والغرب متهمة من قبل روسيا ومن جهات أخرى بالوقوف وراء هذا التنظيم وراء تنظيم داعش وقبله وراء تنظيم القاعدة لأتحدث عن مهمة التحالف الدولي مثلا في العراق وسوريا والتي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية بعد هذه المهمة ظن العالم أن داعش غزمت وأسألك هنا على ضوء هذه المهمة كيف عادت داعش إلى موسكو؟ أعتقد أن هذا الأمر يظهر أنهم يرجعون يريدون التشديد على رجوع هذه المنظمة نعم كان هناك افتراض أنه بعد الهجمات الأمريكية على منظمة داعش لن يكون هذا التنظيم مهم ولكنهم قد هاجموا إيران أيضا في الأجهر الأخيرة الولايات المتحدة تعمل مع الشتة دول العالم بتبيعة الحال لا ننسى عن هذا الصراع بين أوكرانيا وروسيا بالإضافة إلى القضية النغوية في إيران ولكننا لا نزال نعتبر أولوية القضاء على داعش نحن حذرنا وإعطينا روسيا إشارة ولكن روسيا تريد أن تتهم أوكرانيا بكل ما يحدث فلذلك تم الاستخفاف بخطورة هذا التنظيم من هنا من هذه النقطة خطورة التنظيم سيد لورنس اسمح لي أن أعود بسؤالي لسيد أحمد من هذه النقطة تحديدا سيد أحمد على ضوء الاتهامات التي تساق للولايات المتحدة والغرب بشكل عام بأنه يقف وراء هذا التنظيم هل يمكن أن يكون تنظيم كداعش وفقا أيضا لخبرتك في هذا المجال ومعرفتك بطبيعة هذه التنظيمات وأهدافها ومعتقداتها هل يمكن أن يكون تنظيم كداعش آدات استخبارية بيد دول أو جهات معينة لتنفيذ أجندات لحساب مصالح دولية كبيرة أم هم بكل بساطة آدات بيد أفكارهم ومعتقداتهم المتطرفة التي ببساطة تولد عنفا وإرهابا يجب أن نفصل بين فكرة التأسيس والنشأة وفكرة التوظيف من حيث التأسيس والنشأة نحن أمام تنظيمات أيدولوجية مغلقة لديها تصور صارم للشريعة الإسلامية لديها تصور منحرف عن الإسلام تحاول فرض تصورها للدولة والشريعة وبالتالي حاولت أن تتوسل بالعنف المسلح والرعب والمبالغة في الوحشية في محطات متعددة سواء فترة سيطرتها على مناطق في سوريا والعراق وإعلام ما يسمى بالدولة أو حتى بعد انحصار ما يسمى بالدولة لحساب ما يسمى بشوكة النكاية في أدبيات التنظيم وهو التحول إلى عمليات حرب عصابات من جديد الضرب والاختباء كما يجري في كل العمليات الممتدة في فروع التنظيم سواء في منطقة الساحل أو أفريقيا أو منطقة أفغانستان لكن بالحديث عن ذلك المقاربة الأمريكية في التعاطي مع هذا الخطر كانت مقاربة خطئة دخلت الولايات المتحدة إلى العراق ثم طرقت داعش لكي يتوحش وتحت عينها وبصرها في السجون الأمريكية داخل العراق تأسس التنظيم في أفغانستان خرجت أيضا أنا منطرة لمقاطعتك للأسفل وقد دهمنا يطول الحديث وهو موضوع جدا مهم سيد أحمد دابان الباحث في شؤون جماعات المتطرفة سيد لورنس كورب مساعد وزير دفاع الأمريكي الأسبق شكرا لكم